اللي تقال على علي معلول كله على السوشيال ميديا مجرد استنتاجات خلينا أقول لحضراتكم لغاية يعني قبل ما أطلع الحلقة بثواني كل الأخبار أو كل المعلومات اللي توفرت عندي فيما تعلق بحالة علي معلول مفيش منها شيء مؤكد وكله بما فيهم الحقيقة الجهاز الفني وأعتقد أنه بمجرد وصول البعثة النهاردة علي هيغض على كشف طبي بناءً عليه هتتحدد حجم الإصابة وبناءً عليها يتحدد طبعاً يعني إمتى ممكن علي يكون جاهز مرة تانية ألف سلامة كابتن علي ألف ألف مليون سلامة الحقيقة من برح إصابتك وخروجك من بالعب ودي واحدة أعتقد من الحاجات اللي لغبطت شوية حسابات النادي الأهلي ولغبطت شوية حسابات مارسل كولر علي واحد من أهم المفاتيح اللي خرجت تقريباً بعد أقل من عشر دقائق وبالتالي ممكن تكون جزء من استراتيجية مارسل كولر في تخطيته أو رؤيته للجيم اتأثرت بشكل كبير جداً بغياب أو بخروج علي معلول وده ما يقللش الحقيقة من الدور اللي قده كريم فؤاد أعتقد أنه لما الأهلي يحتاجوا الحقيقة في مركز بقاله كتير قوي طبعاً ده خروج علي معلول متولي وكهرابا شايلينه ألف سلامة طبعاً على علي وإن شاء الله بإذن الله يعني يرجع نتطمن عليه الأول أهم حاجة نتطمن عليه ونتطمن على حجم الإصابة وإن شاء الله بإذن الله علي يرجع أفضل من الأول اشتركوا في القناة